اختبر نفسك هل أنت مجسم؟ من قال عن الله أنه جسم فهذا مجسم صريح ومن قال عن الله أنه جسم لا كالأجسام مجسم صريح من قال لا أثبت أنه جسم ولا أنفي أنه جسم فهو مجسم صريح وخبيث عليه من أثبت الكيف لذات الله وصفاته فهو جسم مجسم صريح لأن الكيف هي السمات الخاصة بالأجسام كالصورة والأبعاد والحيز والتجزء والتركب والاتصال والانفصال والتغير وغير ذلك من فسر ما نسبه الله لنفسه من سمات المخلوقات الخاصة بهم كالوجه والعين واليد والأصابع بأنها أعيان أو أبعاظ أو جوارح أو آلات فهو مجسم صريح التجسيم من رفض تفويض المعنى للصفات المتشابهة وقال عن تفويض المعنى للعليم الخبير تجهيل فهذا مجسم صريح خبيث من طالبك أن تحمل صفات ذات الله على المعنى الحقيقي الظاهر مع تفويض الكيفية فهو مجسم تجسيما خفيا لا يدركه العوام من قال في الأفعال الإلهية بكيفية مجهولة ورفض احتمال التأويل فيها فهو مجسم تجسيما خفيا لا يدركه العوام من رفض التأويل بما يليق بقلال الله على وفق اللغة العربية فهو مجسم تجسيما خفيا لا يدركه العوام لاستحالة ترك التأويل في جميع باب الصفات فالتأويل مذهب السلف ومذهب أهل السنة والجمعاء الأشاعر والماتريدية والسادة الصوفية وفضلاء الحنابلة كالشيخ الإسلام الحافظ بن الجوزي الحنبلي ومن سبقه من إمام المذهب سيدنا الإمام أحمد بن حنبل وتلميذه إبراهيم رضي الله عنه